اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضطراب النفسي دايما له بداية محددة سواء كانت حدة يعني بدأت فجأة الاعراض او ظهرت معاه بالتدريج وبتدت تزيد الشدة او الحدة بتاعتها لحد ما الشخص ده تدهور وتأثر بالاضطراب الشخصية دايما بتكتمل من بعد الـ 18 سنة فلاقي المعاناة دي ملهاش بداية حدة لكن لما نيجي نسأل في فترة المراقة هلاقي السمات كانت موجودة بس كانت على شكل ابسط شوي لكن لما الشخص بيكبر بيبقى خلاص ده كاراكتر بتاعه ده الكاراكتر بتاع الشخص اللي بيفرقه لكن اعراض الاكتائب في الغالب بتبقى محدودة بزمن معين او بوقت معين المكتائب ده الموده ما بيتغيرش صح؟ بيتغير ما بين الحزن وما بين العصبية او الاستثارة النرفازة او الضبط او الدي او الشعور بالعدم الراحة بيختلف لكن هو الشخص في الغالب هو مش اللي عمله المشكلة العلاقة مع الاخرين لكن في الاضطرابات الشخصية دايما هتلاقي الشخص جايبي يتكلم على ان العلاقات هي مصدر الازع وان هي سبب المعاناة بتاعته وان هي اللي بتعمله الحالة المساجية وهي اللي بتخليه فكر في الانتحار والناس ملهمش لازمة ودي يمكن الشماعة اللي دايما بيعلق عليها كل حاجة بيعمل ودي من ضن الحاجات اللي هي مصارح حوالين الاضطرابات الشخصية الحدية انه طلوقت احيانا بيبقى الشخص معتقد ان الحواليه هم لسبب الازع وده جاي من نقطة التعلق اللي احنا طرحناها وقلنا ان الشخص هو عنده حاجة اسمها سنائية تجاه الشيء يعني فهو عنده بيحبه وبيكرهه يعني هو احتياجه الشديد للحاجة خلي عنده شعور داخلي بالتضاد ان انا احيانا فطول ما للشخص اللي قدامه محقق له اللي هو محتاجه والدنيا مستقرة هو هادي وكويس وزي الفل بس اعتقد حصلت له شوات تغيرات مزاجية انغام حتى عملت اغنية يعني احنا عايشين في العصر ده ايوة بحبك قوي بس مش عايزك زعلانة منك قوي بس مبسوطة معاك مش عايزة شوفك لكن انت وحشتيني طيب ما ها احنا حتى الفن حتى الفن اللي حوالينا بيعكس الترابات الشخصية بيعكس الحالة عشان كي احنا لازم يعني فكرة ايه اننا بل اننا عندي اضطراب ده وارد زي ما حضرتك قلت كلنا بنعاني في وقت ما يعني احيانا كلنا في وقت مررنا في خبرات فيها قلق خبرات فيها اكتئاب خبرات ممكن يكون فيها حس ان انا مضطرب وعلاقات مضطربة نتيجة ان انا داخليا غير متازن فده بيظهر في سلوكي افاكت يا حتة حلوة قوي لان فعلا يعني سواء رجالة او الستات ممكن راجل يبقى كويس جدا وعنده كل مقاومات الزواج الناجح تلاقيه كل شوية من علاقة لعلاقة ويفشل لانه هو عنده الاضطراب ده بس هم عنده شعيم في نفسه لكن هو بعد كيف يفقد ثقته بنفسه والشخصية الحديها مشكلتها في الحتة دي التنظيم الانفعالي ما عندهش القدرة على ان هو ينظم مشاعره انه يقدر يقبل المشاعر ويصرفها ويتعرف على مشاعره كويس ويضبط السلوك المصاحب للمشاعر فهو على قد المشاعر اللي بتتوز جواه على قد ما يكون السلوك المقابل او المصاحب لها بنفس الدرجة عشان كده هو بيبقى ممكن حاجة بسيطة جدا يصور ويكسر ويعمل ويعمل خسائر كبيرة جدا يعني انا عن نفسي مثلا يعني انا بتكلم بالسانة الستات يعني مش كايمان عشان الناس كنتو دولوقتي بتكلمين بتكلم عن ايمان بكل مشاكل الستات اللي بعتت لنا واللي بشوفها في برامجي الست عايزة تهتم قوي وتلاقي نفس الاهتمام نفس الدرجة الاهتمام قال لا بس ما فيش ما تمرش فيه والعشرة والحية طيب عايزة تهتم مثلا تجيب له هدية او فاكرا في مناسبات ولو هو نسي مرة ولا حاجة ازاي يعني هي عايزة دايما زي ما انا بدي انت تدي ايه زي ما انا مثلا براعي مامتك وحماتي ان الدقي في العلاقة وبعمل وبقعد في البيت وشي لحماتي فانت كمان تعمل كم مع مامتي فهو لو ما عملش ربع ده مع مامتها فتبقى لا يبقى هو ما بيحبهاش يعني اصد فعلا هو مش لازم يعمل بس يشوف يعني يبقى شايف ده ومقدره يا ست بتحب انها الاهتمام وبتحب ان الجهد اللي هي بازلته في العلاقة انه على الاقل يكون متشاف وفيه نوع من التواصل او التأدير للجهد المبزول في العلاقة ما هو بقى لو مقدرش قوي بتتقلب بقى على طول الاية لا ما احنا عايزينها بقى تثبت شوي